بسم الله الرحمن الرحيم معك هان حسين وأهله وسهله فيك في هالحلقة الجديدة من بودكاست هاني بودكاست.com أتمنى أنك تشترك في أبل بودكاست أو جوجل بودكاست وتعمل سفسيكرا بلا هاي البودكاست عشان يعني كل ما أنزل تزديل يوصل لك نوتيفيكيشن وتشوفها وتستفيد إن شاء الله رب العالمين عن إيش بدي أتكلم اليوم بدي أتكلم عن نمط لاحظته من سنوات بعيدة من زمان ولاحظت إنه دايما بينجح وإنه الشركات أو الأفراد اللي بيعملوه بلاقوا نتائج بمبالغ كبيرة مرة وحدة وهذا النمط أكيد أنت لاحظته وشفته لكن يمكن تكون أنت ما عملت معا إشي أو ما خطر في بالك أفكار لإله فأنا جاي اليوم علشان أطلع هاي الأفكار عندك وتبدأ تستغل هذا النمط وهذه الستراتيجية بشكل صحيح طيب إيش هو النمط يا هاني شوفوا بتلاحظ معي إنه الأفراد أو الشركات اللي دايما بيعملوا إشي جديد بيكون إش موجود بيعملوه جديد والناس تعرف عنه بتلاقي إنه فيه ناس بروح يشتروا مثلا خلينا نبدأ بشركات عالمية زي مثلا أبل هل عمرك تخيلت إنه أبل اتنزل مثلا آيفون 15 وما حدش يشتري مستحيل إنت عارف معي إنه مستحيل صح أكيد حيشتروا ناس وأكيد ملايين من ناس حيشتروا أكيد مليون بالمية ها هذا ما تكلم عنه يعني أبل ما عليها اللي إنها تطلق إشي جديد أو فيرجن جديد أبديتد عن الأديم اللي هو يعتبر إشي جديد برضو تمام فحتلاقي الناس بدخلوا بشتروا طبيعيا صح نفس الإشي مثلا مايكروسوفت لما تنزل ويندوز 11 ويندوز 12 اتلاقي كتير ناس بنزلوه بغض النظر إنه فيه ناس بيشتروا فيه ناس بيعملوا له كراك فيه ناس إنسى للمواضيع كلها بس بغض النظر فيه ناس كتير بيستخدموه حتى على فكرة الأشياء الفري اتلاقي مثلا إش إشي مسلسل أنا بحبوه بريكينج باد إذا إذا إنتوا شفتوه بريكينج باد لما خلص الجزء الأول وقفنا نستنى لما نزل الجزء التاني هجوم عليه لما نزل التالت هجوم لما نزل رابع هجوم هجمنا بنتفرج عليه يعني مفيش بيت اللي بتفرج عليه طبعا بيت مهتمين بالموضوع يعني ملايين وممكن توصل مليارات بعرفش مع كل السنوات هاي من المشاهدات متخيلين معاينتو وحتى لو جينا على الأشياء المجانية مثلا إحنا منتابع فلان معين على يوتيوب نزل فيديو جديد هجوم نتفرج عليه ها انت شوفوا شوفوا معين نمط لما أقول هجوم يعني أعداد كبيرة من المشتريين أو المشاهدين أو المتفاعلين بفترة قصيرة ليه؟ لأنه سوى عمل إشي اسمه إطلاق نمط هو أطلق إشي هلأ لو هذا الشخص بيطلق كل يوم مش هيكون هالهجوم هيك أو هيكون فيه هجوم ولكن مش كتير بفترة قصيرة وهلأ هلأ حنحكي عن هاي هاي العناصر اللي بتخلي هذا هاي السراجية ناجحة صح؟ لو رحنا مثلا على مثلا توني روبينز توني روبينز مثلا فيه إشي إفنت بيعملوا في أمريكا سعره مش عارف خمسة ألاف دولار إلو إلو مثلا خمسة عشر سنة بيعملوا كل سنة بيعملوا مرة إلو خمسة عشر سنة بيعملوا صح؟ اللي هو موعد مع القدر اسم الإفنت والله إناسي صراحة إلو خمسة عشر سنة بيعملوا وكل مرة بيعملوا بتلاقي ناس كتير مسجلين وأنا بتكلم هنا عن إشي بخمسة ألاف خمسة ألاف دولار يا جماعة واللي ممكن ممكن أقول طب يا هاني أوكي هدولا مشاهير توني روب يا سيدي أنا بقول لك باع خمس ألاف لألف واحد طبعا؟ إحنا بدنا نبيع إشي بمية لتلاتين واحد يعني ما تفوتوا ليش فوتت إنه هدولا مشاهير أنا ما بقول لك جيب أرقامهم أنا بقول لك النمط الاستراتيجي العناصر لو إن عملت أنت حتنجح هلأ مش حتجيب زيه مس حتجيب وهذا اللي بدنا إياه هذا اللي خلينا أفكر فيه فكرة أصلا إذن زي زي بلاك فرايدي يا جماعة أنا هلأ خطرة في تبالي بلاك فرايدي نفس المنطق بالضبط كل سنة في يوم يتم إطلاق إشي الناس بتخجم على هاليوم وبتستنى وبتقعد يتحوش له وممكن واحد مثلا قابليها شهر يمدي يشتري إشي يقول لأ معلش أصبر أشتريه بلوم بلاك فرايدي نفس العناصر نفس الاستراتيجية بالضبط استراتيجية الإطلاق أنا بدي أطلق إشي هلأ زي ما قلت لكم الفكرة عادة إنما طلما شفتها أنا شغلة لحالي زي الاعتراض اللي بيجيكم هلأ اللي أجاكم وقلت لكم عنه اللي هو يا هاني هدول مشاهير هدول في لهم متابعين هاي الشركات إلها ناس كتير بتتبعها هاي هدول الناس متابعين هدول الناس راهبين فاللي هو عشان هيك بتنجح معهم بس بنفس الوقت عاقلي شو بيقول لي طيب هم يعني باعوا يعني توني روبنز عمل دورة دخل له ألف واحد طب أوكي انت يا هاني اللي ما قعدة بيعرفك تمام اعمل نفس الإشي بنفس العناصر متل ما هو عملها بنفس الضوابط وبدل ما تجيب ألف واحد يدفع لك خمس تلاف يسيد يجيب عشرين واحد فأقول لك مية يعني وين يعني ها هاي الشغرة راح تكون بس المهم انه أنا عملت بالاستراتيجية الصح والضوابط الصح فحتطلع النتيجة هذا اللي خلاني أقول أيوة بدي أدرس هذا النمط أكتر بدي أدرس هاي الاستراتيجية أكتر بدي أجيب فكرة انه هي كيف بتنجح هي ليش بتنجح معقول هي بتنجح بس لإنك توين روبينز بس لإنك قبل بس يعني يعني لو 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 واحد مش معروف بشغرتكم وييجي يعمل نفس اللي عملتوه بالعناصر معقول ولا إشي زيرو انتو تربحوا مليار بالسنة وهذا الشخص زيرو معقول ما يطلعلوش ألفين ثلاث فكانت إجابة مباشرة بعقلي استحانة أكيد حيطلعلو إشي لأنه الموديلينج واحد أنا عملت بالضبط اللي انتو عملتوه بالضبط تمام طيب هذا يؤدي بينا إلى إيش إلى الفكرة إذن يا هاني انت إيش أصدك أنا أصدي إنه نتطلع على إيش هاي الشركات أو الأفراد المشاهير كتير أو مشاهير شوية في ناس يدوب ناس بتعرفهم بسيطين ومعيك بيعملوها وفي ناس ما حدا بيعرفهم وبيعملوها تمام فهدول الناس إيش الضوابط والأشياء اللي بيعملوها في هاي الاستراتيجية بحيث إنه يجيبوا فعلا بما يناسب حالتهم أنا ما بقول لك ملايين الناس بما يناسب حالتهم يجيبوا زي ما قلنا العدد الكبير بالفترة القصيرة بما يناسب حالتهم يعني واحد زيرو عمره ما عمل إشي أونلاين عمره ما طلع فلوس راتبه السنوي السنوي يا دوب خمس سلاف دولار تمام؟ يعني مثلا أربعمائة دولار في الشهر يا دوب وعمره ما عمل ولا باع إشي هذا أنا شايف أنا كهاني إنه نجاح كبير لو أول إطلاق باعي بألفين دولار نجاح عظيم أنا شايف صراحة عظيم إنه يجيب ألفين دولار اللي هم تقريبا نص راتبه السنوي تمام؟ يجيبهم بشهر أنا شايف إنه هذا نجاح عظيم مناسب حالته دخله مبلغي كبير بفترة قصيرة بالنسبة لحالته فإذن ما علينا إلا إنه نكتشف هالضوابط وبالتالي نعمل مثلها هاي كانت بداية التفكير عندي بالموضوع تمام؟ طيب خلني حشو عن هالضوابط لأنه زي ما عارفين أنا كان حسين مثلا يا ما عملت هاي الأطلاقات عادي لو أنكم تابعيني من زمان أنا أطلقت زمان برنامج كان عن الأفليت بعد أنا أطلقت بوت كامب اسمه بوت كامب وأطلقته أربع مرات أربع مرات أيوة وأطلقت مثلا information business وأطلقت مثلا low ticket offer فهاي الإطلاقات جميلة جدا لأنه زي ما قلت لكم بتجيب فكرة إنه مبلغي كبير بفترة صغيرة تمام؟ طيب إيه شي هاني هاي الضوابط اللي أنت جربتها على نفسك وجربتها مع طلاب وجربتها مع ناس وفعلا اكتشفت إنها هي موجودة شوفوا أولا لازم يكون في عنا إشي هدفه كبير عند العميل لازم عشان يكون إطلاق بنفس الفكرة الاستراتيجية لازم هلأ هنا في عنا الاختلاف إنه لو شركة مشهورة كتير واحد مشهور كتير هاي ممكن يعني ما تكونش يعني كبيرة جدا كهدف للعميل يعني زي مثلا أبل هلأ أيوة أنا معاي أبل معاي مثلا آيفون 14 الآن تمام نزل 15 إذن مش هدف كبير عظيم بالنسبة اللي نأجيبه لكن لأنه هاي الشركة أنا مخلص لإلها هي مشهورة جدا أي أشي جديد بتنزله بروح بشتري إذن أنا هعمل هيك فهميه شو قصدي إذن هذا الهدف أنا بتكلم معك إنت مش شركة شركة قبل مش توني روبينز مش مايكروسوفت أنا بتكلم معك إنت يعني مايكروسوفت مثلا لما تنزل فيرجن جديد من ويندوز وين الهدف الخطير بالله اللي اللي خليه ما فيش بس لأنه هي شركة مشهورة ولأنه في مئات الملايين من الناس اللي بيستخدموا بروداك تبعها فطبيعي جدا أنه أي إطلاق تعمل وينجح اتفقتوا معي صح فهلأ لازم يكون في عندك هدف كبير للعميل ما بصير أبدا تقول لي أنا يهاني في بالي إطلاق لإش جديد وهذا الإش الجديد بيخلي الناس إيش بيخلي الناس مثلا إيش اتمشط سعرها أحسن طبيعي هذا مش هدف كبير يعني مش هدف مش هيخلي فيه ديماند واللي زي ما قلنا الأعداد الكبيرة بالفترة القصيرة لأنه إشي طبيعي ها تافه يعني بعدين طب إيش إيش يعني هيكون فلازم يكون في عندك هدف كبير لازم يكون عندك هدف كبير تمام هاي مهم كتير طيب هلأ رقم اتنين الضابط التاني إنه لازم يكون فيه قيمة بتقدمها أكبر بكتير من السعر لازم عشان يكون يطلق ناجح زي فكرة بلاك فرايدي مثلا اللي هو الناس بتعجم عشان بتشوف قيمة كبيرة أكتر من السعر التلفزيونات اللي عادة سعرها ألف باخدها بستمية فهم شايفين إنه أيوة القيمة أكبر لأنه هذا بألف يا جماعة ألف مع العلم إنه ممكن يكون أصلا من المصنع نكلفهم 200 مثلا يعني هم ربحانين برضو لكن خلص بالنسبة للناس القيمة كتير أكبر بالمقارنة بالسعر فلازم نعمل إشي يكون زي هيك لازم نعمل إشي يكون قيمته أكبر بكتير من سعره جدا يعني مثلا أنا بدي أعمل إطلاق هذا الإطلاق أنا بفهم فيه عميلي كيف يجيب فلوس ها هدفي كبير هاي واحد اتنين هذا الإطلاق هم ضروري يستخدموا تول معينة هاي التول برا سعرها 400 دولار بالسنة فأنا أقول له هعطيك إلها لايسن مجانا إذا اشتركت برنامجي على طول العائل شو بيقول أنا هيك وفرت 400 يعني يعني قيمة البرنامج أعلى بكتير من سعره لأنه أنا وفرت 400 already فهمين شو قصدي فهيك أنا زودت القيمة وهذا طبعا مثال إذن أولا هدف كبير للعميل اتنين قيمة أكبر بكتير من السعر لازم وإلا هتكون في عنا مشكلة ومشاكل إطلاق طبعك مش هكون ناجح مش هتلاقي غير اثنين يسجدوا ثلاثة بس هاي المشكلة وزي ما قلت لك لو أنت من النوع تبع أنا مشهور معلش مشيهم هدولا بيمشي كل أشي هاي بتمشي بتمشي خلص الناس الناس بيروحوا وراك لكن لو أنت لأ لا لازم تهتم فيهم جدا 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 كبير يعني لازم طيب رقم ثلاث وهذا كتير مهم لازم نعمل إغلاق للكارت يعني لازم فيه منع من الشراء في وقت محدد خلص يوم كذا حينتهي خلص انتهى لازم نعمل هيك لازم نعمل هيك وهذا اللي بصير في كل اللي أتركه عنه تخيلوا معي تخيلوا معي هل 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 منطق تخيلوا معاي لو قبل نفسها أجتوا آلت يا جماعة على فكرة الأربع القادم استوب آيفون خمسة عشر خلص خلص ممكن ممكن الله أعلم انه بعد أربع شور نزلوا مرة تانية وممكن لا خلص استنوا الفيرجن الجديد هل لا سؤالي هل انت مع انه هذا هاي العملية هتخلي المبيعات تتضاعف مثلاً عشرين مرة قبل يوم الأربعة نعم صح انت معاي صح مليون بالمئة مليون بالمئة هلأ قبل ليش ما بتعمل هيك لأنه هي مش محتاجش تعمل هيك مش مثلنا احنا محتاجين نعمل هيك هي مش محتاجش تعمل هيك هي قصلاً قول ردي جابت المليونين ولا الثلاث ملايين ما بيئة يعني احنا مضطرين نعمل هيك اذا لازم تعمل اغلاق للكارتز اللي هو يوم كذا هتخلص ستوب ما فيش حدا يدخل ابداً ممكن بعد شهرين ثلاثة افتحها وممكن لا فهاي العملية اللي وحدها هتلاقي انك بتستغل حالة الطوارئ والارجنس اللي بيسموها بحيث انه قبل يوم الاغلاق هذا اللي انت حكيت عنه يعني يومين ثلاثة قبل الاغلاق هتلاقي المبيعات اكتر ايام مبيعات لانه اغلاق لانه تم خلص رح يخلص منك رح ينته منك رح يضيع منك وقتلكم مثال قبل واضح جدا واضح جدا بلاش قبل يا سيدي اللحم عندك في البلد الحكومة قالت يا جماعة هننزل سعر اللحم 50% هتلاقي ناس اشتروا صح لكن تخيل لو الحكومة قالت بس على فكرة اذا خلص شهر ستة اذا خلص شهر ستة هترجع لحم زي ما كانت هتلاقي الناس بتشتري اضعاف الكميات البدهية هتلاقي شخص ممكن يشتري تلاجة فريزر فريزر علشان يجيب مثلا 100 كيلو لحمة ويحطهم بالفريزر عشان ما يخربوش طبعا هذا لو كلامي صحي يعني اللحمة بتخربش بالفريزر أنا ما بعرفش بصراحة يعني بس انتم فهمتوا علي نفس المنطق بالطبط بدنا نعمل حالة انه حتروع عليك حتضيع منك حتقلص وتكون حققية ما منتضحك عليهم فعلا حتقلص يعني عادي فعلا يوم كذا ستوب ماشي رقم 3 طيب هلأ رقم 4 هاي مهمة كتير علشان نحترم عقول الناس ايش رقم 4 هاي لازم يكون في عذر لسبب الاغلاق هاي مهمة هاي انتبهت عليها باغلب الناس اللي بعملوه اطلاق لازم يكون فيه عذر يعني اقول لك مثال مثلا يا هاني انا اطلقت كورس مسجل موجود من منطقة اعضاء طب اوكي وين العذر انك انت هتغلقه انا انا كعميلك احترم عقلي ليه تغلقه انت ليه طب ما هو مسجل ليه 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 ينغلق بوش شي يعني فهمين ما فيش ما فيش عذر يعني ما هو عذرك انك تقفل الكارت مسجل عادي بس 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 ترك بعدين فهمين شو قصدي بينما مثلا عذر لاغلاق مثلا زي ايش زي مثلا ايه مثلا انا بعم عامل كل اسبوع لايب لمدة 8 اسابيع بعد 8 اسابيع ستوب ما فيش حدا فهمين علي فهذا عذر اللي هو اه انت عشان مستحيل تضلك تعمل اللايبات الى الابد فلازم تقفل ها اذا في في عملية تفاعل تتم في الداخل هاي التفاعل بيتطلب بيتطلب انه نغلق الكارت عشان ما حد الناس ما تسجلش يعني انا بدأت اول يوم لايف ممنوع حد يسجل الاسبوع الجاي خلاص ما انا بدأت اليوم لازم الكل يكون موجود وإلا اللي سجل متأخر نظر حينظلم لانه حيدخل حيلاقي في اسبوع را عليه شو ذنبه اذا في عذر انه انا اغلقت صح زي مثلا اه انا هلاقيكم مثلا في اوتيل يوم السبت كل يوم سبت هنقعد في اوتيل في في غرفة اجتماعات واشوف اللي عملته نقعد نتفق ست ساعات يوم السبت فيه اغلاق اللي هو يا جماعة القاعة ما متوسعش اللي عشرة فلو سمحته لما يوصل عدد عشر مسجدين حقفل شايف فيه عذر للإغلاق انت ليه بدك تقفل اه ما فيش مكان معك حق والله صح صح معك حق شايفين شو قصدي فنقطة اربع عايي كتير مهمة لانه فيه ناس كتير بيعملوا اطلاق اللي هو انت ليش بتحط له موعد عادي مش فاهم انا وين المنطق يعني معا ما عادي اسجل معاك وعمل لي اياه بعدين وين المشكلة يعني عادي فهمت شو قصدي ما فيش منطق بينما لو جو في دعم فني في كوتشنج في لايفات في مثلا ها حقعد معاك جلسات في مثلا يعني بتحس انه ايوة معك حق تقفله معك هقلا وقتك كتير حيضيع بغض النظر عن الامثلة بس لازم يكون في عندك خلق لعذر ليش انا بغضق عشان تحترم عقول العملاء العملاء فعلا لازم يقتنعوا انه انت فعلا ليش تغلق تمام اتفقنا هاي كتير مهمة فاللي منكم بفكر في هاي الاستراتيجية في هذا المبدأ مبدأ الاطلاق مبدأ انه انا بدي ادخل اعمل اشي وبعدين الناس تفوتني بمشتريين او اعداد كتير بفترة قليلة هاي كتير رهيبة لواحد بيبدأ بصراحة كتير رهيبة هي مشكلتها بس انه هذا الاطلاق بصراحة ما بينفع لكل اشي يعني ما بينفع تقول لي اه انا ما بحده بيعرفني بدي اجيب منتج من الصين واطلقه لا ما 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 انسى الموضوع منتج اصلا حيكون رخيص ثانيا انت مش محتاج اغلاق وخلق عذر منتج منتج ملموس يعني يعني عادي بلقوه بلقوه بأي مكان يعني مش اشي سطير فما بينفع الاشياء اللي انا شفتها رهيبة اللي هي التدريبات الكوتشينج والخدمات يا اما كل واحد برنامج او الاثنين يكونوا في برنامج واحد هاي هي الفكرة الرئيسية اللي ممكن تنوع فيها هذا النوع من الاستراتيجيات طيب ايش مناسبة هذا التجزيل لانه بصراحة انا اطلقت برنامج جديد بالضبط كيف تعمل اللي انا حكيته هون فالناس كتير سألوني انه هو ايش فكرة الاستراتيجية كيف المبدأ تبعها ليه يعني حتنجح معنا فحبيت اعمل هذا التجزيل عشان يعني لو حدا سألني ابعت له اياه او ابعت له على حلقة البودكاست وني جي سمعها او انتوا تستفيدوا طبعا لو حدا منكم حاب يعمل زي هيك هلا لو انت حاب تستفسر اكتر عن هذا البنامج انا اطلقته اللي قارب على الانتهاء قارب على الاغلاق يعني تمام اغلاق الكارت فببساطة شديدة ادخل على هاني ديل توتكم هاني اي 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 دي اي اي ال دوتكم هاني ديل دوتكم هتلاقي فيديو بيشرح لك الفكرة والاستراتيجية والايش هنعمل جوه وايش الضمان تبعك والسعر اللي كتير قليل فعليا وفي خطة اقصاد كمان عشان يسهل على الناس اللي يدخلوا وتشوف التفاصيل كلها وبعدين مثل ما حكيت لك بالفيديو انا في اخره راسلنا وخلينا نحكي اكتر ونشوف ايش بدك تبيعه ونشوف هل مناسب اليك ولو اه نتوكل على الله ونبدأ شغل مع بعض كوتشين كامل بينه وبينك اضمن لك فيه انك تعمل اطلاق ناجح بصراحة تمام الاطلاقات رهيبة لانه بتيجي فلوس بسرعة بفترة باعداد حلوة تمام بسرعة هاي الاشي الحلو في الموضوع يعني لو اطلقت بشكل صح انت فعليا لو بتبيع اشي بميتين دولار وجبت تلاتين واحد اللي هو رقم ممكن عمله حتى لو انت ما حدا بيعرفك لانه فيه استراتيجيات حلوة ان نعملها ببساطة انت ايك طلعت ستة الاف يعني ممكن تكون طلعت راتبك السنوي كله في شهر هلأ ممكن واحد يجيقول ستة الاف هذا هو طموحك لا مش طموحي هذا المنطقي لواحد عمره ما طلع فلوس اونلاين عمره ما باع اشي اونلاين هذا منطقي الرقم مال بالعكس انا بشوفه نجاح باهر انك اول اطلاق اليك تطلع الفين ثلاثة اربعة ستة نجاح باهر اول فلوس تطلعها هيك الناس اول اشي بطلعوا عشرينات وعشرات عشرة دولار وخمسة دولار هيك الناس بطلعو انت اول محاولة اليك تجيب ستة ولا خمسة ولا عشرة ولا اربعة الاف لا هذا نجاح باهر بالنسبة لي تمام فلو حبيت زي ما قلنا هاني ديل لتكم سلام عليكم